السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنتحدث عن الفراز سامبل و الفراز كمبلكس سنتحدث عن كل نوع من الفراز و الفرق بينهم نبدأ بالفراز سامبل الفراز سامبل يوجد من البسيطة مثل إذا قلنا لاني باسي جي فيزيتي باري هذه الفراز تسمى فراز سامبل ما يعتقد اكلم في الفرنسي أو في لانجلي فراز تصبح المجسكول فرائز أكبر المجسكول و يتقال على point وبذلك فراز سامبل ايضا تكون في الفراز سامبل الواء يتحتوي على يتضم للمزيدة و المزيدة مزيدة فرائز سامبل فيدي 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 maya ابقى المامار لها وهذا هو occurred كان هذا هو الشكل الحقيق عنده حلول و owners شكل فنودي ممكن لقعوا un verb conjugat مع verbal infinitive هذا كverbal infinitive مغايتحسبش يعني ستبقى فراز سامب إذا كانت الفراز فيها فرزاب واحد cuzg وثلاثة ديلي كنجوغي ستبقى فراز سامب إلي تابلي aussi proposition indépendante proposition ambedent يعني بحال المعنى تقريبي ديال الجملة مستقلة يعني هادا الفراز بوعددي ها مستقلة ممحتاجاش الفراز واحدة أخرى لأنانET Lydia يكون قد تت目jos لابدا نسأل الفراز الجملة المركبة الفرق بين هاتف الرانية البر Kat please مع la phrase في l'exemple 1 هو أن هذه la deuxième phrase فيها جوجة للغير جوجة 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 للغير جوجة 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 فراز комплекс وهاد فراز комплекс comporte plusieurs propositions أرد معي البال كات تحتوي إلى plusieurs propositions شكونا هما لدي les propositions شوف معي لدي l'exemple مرة أخرى لاني passée جي visite Paris et جي vu la tour Eiffel شوف هد la partie اللي بل موف في ها verb واحد conjugu وهاد la partie اللي بزرق جي هد لأ پرمير partie هد كات ما proposition 1 وهاد proposition 2 دو 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 جز من لفراز комплекс اللي كي احتوي على لفر conjugu واحد دو فشكونا لفرز لفرز أرش أرش لفرز 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 واحد إلا كانت لفرز 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 2 كان في هات لفرز 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 وهاد لفرز لفرز شوف هن باش مرصبتين بنتون مرصبتين بأ بلا conjonction de coordination ا هن غن قولو هد لفرز لولا مع la proposition تانية سان coordon دو درس ثم سوف نرى فيديو آخر سوف نخصوه لأفراز كومبليكس لأن الأفراز كومبليكس سوف ندرس له طويل و مشاعب و سوف نخصوه بزاف ديال الفيديو إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة